في أسواق المعادن النفيسة تجه الذهب ليسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ ما يقرب من أربعة أشهر بعد أن تضرر الطلب على المعدن وهو من أصول الملاذي الآمن وذلك بفعل الأمال في إحراز تقدم ملحوظ في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وكذلك تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية أما على الصعيد المحلي فسجل ذهب عيار 18 سجل ما قيمته 763 جنيه وبالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 890 جنيه للجرام وذلك في حين سجل الذهب عيار 24 ألف وسبعة عشر جنيه ووصل سعر الجنيه الذهب في هذا الوقت بالتحديد إلى 7120 جنيه في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها لكنها سجلت الخسارة الأسبوعية الثانية لها على التوالي وذلك بعد أسبوع تداول متقلب وسط صعوبة في إيجاد بديل للنفط الروسي في السوق العالمية ارتفعت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 1.2% لتسجل 107 دولارات و93 سنة للبرميل كما صعدت العقود الأجلة للخام الوسيط الأمريكي بما نسبته 1.7% لتسجل 104 دولارات و70 سنة للبرميل الواحد